بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة حكم القبلة وأن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين قصة هذا التحويل فإنها كالعلة للحكم المتقدم والعلة دائما تأتي متأخرة في الكلام وإن كانت في واقع الحال هي متقدمة وسابقة مثلا تقولون فلان إنسان طيب لأن تربيته حسنة فالعلة حسن التربية في الواقع متقدمة في الكلام تأتي متأخرة قد نرى تقلب وجهك في السماء قد هنا للتحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم الله طبعا الغالب في قد اللي تدخل على فعل المضارع أن تكون بمعنى التقليل أما هنا قد فهي بمعنى التحقيق أو بمعنى التكثير يعني كثيرا ما رأينا قد نرى تقلب وجهك يا رسول الله في السماء أي تنظر إلى جهة السماء فإن اليهود عيروا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له إنك تابع لقبلتنا فلما كان في بعض الليل خرج الرسول صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في آفاق السماء ينتظر الواحي الذي ينزل من السماء حول القبلة حيث كان يعلم الرسول صلى الله عليه وآله بأن القبلة ستتغير فكان ينتظر نزول الواحي وفي اليوم الثاني أصبح وصلى الغدات ولما حان وقت صلاة الظهر وصلى من الظهر ركعتين جاء جبرائيل عليه السلام بهذه الآية وأخذ يده فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك يعنين أمرك بأن تتوجه حال الصلاة إلى الكعبة وهي القبلة التي ترضاها وتحبها وتتشوق إليها وهي موافقة للمصالح التي تتوخاها وتريدها لأمتك فأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحب الكعبة التي هي بناء جده إبراهيم صلى الله عليهما وعندها كانت موطنوه فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني وجه وجهك اصرف وجهك نحو المسجد الحرام الشاطر بمعنى الجزء يعني حول وجهك نحو جزء من المسجد الحرام فإن المسجد الحرام محيط بالكعبة فيكون المتوجه إلى المسجد الحرام متوجها إلى الكعبة إذا كان من بعيد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراء حيثما كنتم أيها المسلمون من الآفاق وبقاع الأرض فولوا وجوهكم شطراء فالمسجد الحرام ليست قبلة لأهل المدينة فقط بل هي قبلة لكل أهل الأرض وذكر الواجح في الموردين فولوا وجهك فولوا وجوهكم لأن الواج هو الجزء الذي في جسد الإنسان ويتوجه به إلى غيره فبالوجه يتوجه إلى سائر الأشياء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إن الذين أعطوا الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين كانوا يستشكلون ويعترضون على رسول الله على القبلة الجديدة هؤلاء اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم يدرون أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا التحويل حق من قبل الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يعبد عباده كيف يشاء فمن الممكن أن يعبد الأمة بتشريع إلى مدة ثم يعبدهم بتشريع آخر واليهود والنصارى كانوا يعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وآله بعث من قبل الله تبارك وتعالى وكانوا قد قرأوا في كتبهم أنه ذو قبلتين لكنهم كانوا يكتمون الآمر وما الله بغافل عما يعملون الله ليس بغافل عما يعمل أهل الكتاب من القيام ضد الرسول صلى الله عليه وآله والاعتراض على القبلة الجديدة حسدا وبغيا وسائر الأراجيف والأباطيل التي كانوا يبثونها ضد الرسول صلى الله عليه وآله في مختلف الأمور المرتبطة بالإسلام وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وآله الله ليس بغافل عن ذلك وسيجازيهم عليها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين